السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناة بغاديديوغو مع حلوة جديدة اللي عندها شعبية كبيرة اللي هي حلوة الكوك غادي نحضروها بثلاثة المكونات فقط الى عجباتكم الوصفة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتوا اول مرة تزوروا القناة مرحبا بكم اشتركوا باش توصلوا دائما بجديد الوصفات غا نمشيوا لطريقة التحضير غادي ناخدوا 125 جرام ديال جوز الهند او الكوك مطحون مزيان فتحانة كهربائية وغا نضيفوا عليه 150 جرام ديال سكر غلاسي او سكر ساقيل وغا نضيفوا 125 جرام ديال بياد البيض غا نخلطوا مزيان هاد المكونات حتيو اللي عندنا خليط متجانس ثم غادي نوضعوه فوق حمام مريم باش يسخن مزيان ممكن نوضعوه فوق النار مباشرة ولكن انا كنفضل حمام مريم لانها الطريقة امنة غادي نوضعوه ونبدو نحركو ما نتوقفوش على التحريك حتيو اللي عندنا خليط ساخن ما محتاجينش اننا نغليوه غا نبقا ونقيسوه فيه دينا ملي يسخن الخليط غادي نطفو عليه النار ونخليوه جانبان يبرد مزيان الى لاحظنا ان الخليط بعد ما برد سائل كما هذا كما كتشوفو الحل هو اننا نضيفه جوز الهند الغير مطحون غادي نضيفه انا اضفت تقريبا اربعات المعالق كبار اضفت دابة جوج وغادي نعود نضيف جوج غادي نشرح لكم علاش الخليط بقى سائل انا كنظن ان جوز الهند ملي سيكون جديد كيكون غني بالزيود فما كيشربش بعكس جوز الهند لي سيكون قديم فهو كيكون ناشف وكيشرب لنا السوائل غادي نعود نضيف جوج معالق كبار ديال جوز الهند هنا في المجموع ضفت ربعة وغادي نشوفو لان خاص الخليط من اللي نوضعوه في اللاتة اللي كتدخل الفرنان يبقى محافظ على الشكل دياله ما ينزلش الى كان الخليط سائل فالوصفة ما غتنجحش معانا ممكن الشكل ممكن المداق يكون لديد ولكن الشكل ما غاديش يكون مزيان هنتو ما كيما كتشوفو دبال خليط ملي كينزل في الكاسرونا فكيبقى محافظ على الشكل دياله ما كيهبطش بسهولة غادي نرجعو الخليط ديالنا لحمام مريم غا نحاودو نفس طريقة اللي درنا في الأول غا نخليوه فوق حمام مريم حتي يسخن مزيان ثم غادي نخليوه يبرد مرة أخرى هذا من اللي ملي سخناه في حمام مريم فكتلاحظو أن الحبات ديال جوز الهند اللي دفنا ما مطحونش نتعفخات يعني أنها شربات لنا سوائل غا نخليوه يبرد وهذا هو الشكل دياله بعد ما برد هنا الوصفة إن شاء الله غا تكون ناجحة غادي نضعوها في جيب حلواني أو غير بمعلقة فقط وغادي نشكلو حبات بالحجم اللي بغينا ممكن نديرو حبات حلوة صغار أو كبار أو متوسطين وكيما كتلاحظو أن الحبة كيما كان حطها كيما كتبقى يعني ما كتهبطش في اللاطة كتبقى محافظة على الشكل ديالها غا ندخلوها الفران سخون على درجة حرارة مهيلة هاد الحلوة ضغية كالطيب ممكن أننا نشعلو عليها من فوق والتحت من الأول وغادي يكون هادا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا بعد ما طابت كانت منا أن الوصفة تعجبكم وتتفضوا منها وتجربوها بصحة والراحة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء